موسيقى السلامة البنات اليوم ان شاء الله قدي نقدمه خبزة على طريقة تركية بمكونات جد بسيطة في متناول جامع كاز ديال المانس كاز ديال الزيت كاز ديال الحليب وربعة الكيسان ديال الطحين بنفس الكاز ديال العنبه معلقة كبيرة ديال الخميرة الفورية شوية الملح معلقة ديال السكار ونزيده للطريقة نبدأ ان شاء الله بالخميرة نزيده عليها السكار ونزيده عليها الماء باش تفاعل الخميرة باش تفاعل الخميرة نزيده 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 نزيد الحليب ونزيده نزيده ونجعلها تخمر بطحين كل ما يشرب كل ما يشرب بعد ما جمعنا العجين سوف نغطيها بالسلوفين ونجعلها تخمر ومن بعد نتلاقها بعد ما نجعلها ساعة خمرات قبل أن تغطيها ونجعلها تخمر ونضع الحجم ونجمعها ونقرصها في اللاطة ونجعلها الطيب ونقرصها 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 ومن بعد نضع الصفر البيضة مع الحليب ومع شوية الزيت وندهنوه نضع حليب بعد ما نقرصها دمنا بالصفر البيض والحليب نضعه الجنجلان ومع شوية البابو بي تم تخصرها لنضعها جيدا سوف ندخل الفرن على درجة 180 حرارة بطوال تحت الطيب من تحت ونطلعها الفوق تحمار من الفوق وبالصحورة بعدما طابت خلينا في الفورن نسعة وجيت بحلقة وورا رطبا وزوينا وبصحتكم وجربوها ونصحكم بالتجربة تجي رطبا وشيشة ومراجات كلبون جيت زوينا وبصحتكم